قبيل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عقد اتحاد الجمعيات الرهبنية في المملكة اجتماعه الثاني حول موضوع سينودوس الأساقف لعام 2023 تحت عنوان من أجل كنيسة سينودوسية شركة ومشاركة ورسالة وذلك في المركز اليسوعي بعمان المزيد في هذا التقرير رسمت فرحة الميلاد بألوان جميلة وبأجواء من الفرح مفعمة بعبق أريج ميلاد السلام زينها وجملها حضور قدس الأب الدكتور حنك الداني الجزيل الاحترام ومرشد الاتحاد الأب رشيد مستريح المحترم وأخواتنا الراهبات من مختلف الجمعيات الرهبانية وذلك لللقاء الثاني لاتحاد الرهبانيات في الأردن والذي عقد في المركز اليسوعي جبل حسين لمتابعة مسيرة السينودوس الجزء الثاني المشاركة ومن أجل التحضير الروحي لميلاد طفل السلام طفل المغارة ميلاد الأمل والفرح والرجاء وميلاد شفاء العالمي من هذا الوباء لقد استهل هذا اللقاء بصلاة الصباح بالطقس البيزنطي تلا ذلك كلمة ترحيب من رئيسة الاتحاد الأخت سارة غنيم مقدمة لهم جميعا التهاني بعيد الميلاد المجيد وحلول العام الجديد باسم مرشد الاتحاد قدس الأب رشيد مستريح وأعضاء الاتحاد الأخت سيسيل حجازين والأخت ميسون ريحاني والأخوات الراهبات اليوم كان موضوعنا الثاني في مسيرة السنودوس المشاركة كان المحاضر حضرت الأب الدكتور حنة كلداني بوجود المرشد الروحي الأب رشيد مستريح وبحضور 85 راهبة تغيب عندنا 14 راهبة بسبب ظروف صحية بحب من خلالك أول إشي أعايد على الجميع أعايد على جميع الرهبانات أعايد أولا على الدكتورة باس باس سمعان اللي هي قدمت الهدايا للاتحاد قدمت لكل الرهبات الموجودين اليوم بحب أشكر كمان مجموعة شركة النسر ماذي بحداد والسيد سهيل زريقات وأشكر أخوات الرهبات اللي حضروا بالرغم من الأوضاع الكورونا بحب أشكركوا أنتم الجنود الخلف المخفيين وراء الكواليس بحب أعايد عليكم كلك وأولكم كل عام أنتم بخير ولد المسيح حليلويا ثم التفى الجميع حول الأب الفاضل حناك الداني للإصغاء لمحاضرته القيمة في متابعة مسيرتنا السينودسية معا تحت عنوان من أجل كنيسة سينودسية الشركة والمشاركة والرسالة في هذا الزمن المقدس والتي ركز فيها على عدة محاور منها أن نسير معا لأن نصغي إلى الآخر أن لا نفقد روح الفرح والحماس والأمل وإذا فقد تصبح حياتنا روتينية فالسينودس هو مناسبة لنا جميعا أن نوقظ الفرح والحماس في نفوسنا أولا وفي نفوس منهم بين إيدينا من مختلف شرائح المجتمع من أهم الأشياء اللي نقدر نعملها في حياتنا الرعوية في حياتنا الكنسية في بلادنا هي الشهادة في محبتنا بين بعض أمام الناس لأنه إحنا إذا ما منقدر نحب بعضنا ونشارك مع بعض ونعيش اللي نحكي عنه روح السينودس يعني اللي هي مش إش جديد شي قديم ومعروف نوع عن ما نعيسها الشركة والشراكة والرسالة مع بعض بروح من المحبة والتواضع ما فينا نحكي للناس عن هاي الموضيع بدون ما نعيشها ما بصدقونا أصبع فأهم شيء أعتقد أنه رسالتنا هي رسالة نابعة من روح الإنجيل ونابعة من روح عقيدتنا المسيحية ثم رفع الجميع الشكر لطفل المغارة بعد الاعترافات من خلال الاحتفال بالذبيحة الإلهية التي ترأسها قدس الأب رشيد مستريح المرشد الروحي لاتحاد الرهبانيات في الأردن في هالأيام المباركة من زمن المجيء المبارك اللي هي الأيام الزمن المجيء الكبرى اللي منستعد فيها للقاء الرب يسوع نحتفل في عيد الميلاد في سر التجسد الإلهي نلتقي في اتحاد الرهبانيات وهو هذا اللقاء الثاني للاتحاد من أجل أيضا الاستعداد مع بعضنا البعض للاحتفال في عيد الميلاد المجيد وهو أيضا مناسبة من أجل الاحتفال واللقاء والإحساس بروح الفرح اللي هو أساس حياتنا المسيحي ورجاءنا المسيحي في تبادل الثاني مع خياتنا الرهبات مع بعضهم البعض وهي فرصة أيضا لللقاء الأخوي اجتماعنا اليوم جاء تحت عنوان الشركة اللي هو الموضوع التاني اللي طرحته الكنيسة لألنا في مسيرتها السينوديسية نحو السير معا فأمنيتنا هي لكل خياتنا الرهبات اللواتي عملنا بمحبة كبيرة في رسالة مختلفة في بلدنا الغالي الأردن تمنيتنا لهم دائما بالتوفيق والثبات والقداسة ومثل ما صلينا اليوم أيضا في صلاة الصباح وفي قداسنا الإلهي كانت صلاتنا هي تضرعا إلى الله تعالى الآب محبنا ومحب البشر كي ينعم علينا في عطية السلام السلام الحقيقي من عنده من السماء هو أمير السلام إلى بلداننا المتألمي في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع وكل عام وأنتم بألف خير ميلاد مجيد ملأ قلوبنا جميعا وعائلاتنا وكنيستنا وأوطاننا بالسلام والفرح والرجاء واختتمت مسيرة اللقاء الروحي بتبادل التهاني وتقديم الهدايا للحضور المقدمة من قبل الدكتورة باسم السمعان مديرة مكتب فضائية مرسات في الأردن ولكل راهبة حضرت اللقاء وأيضا من شركة معامل النسر للتقطير ومن السيد سهيل زريقات بحضور المرشد الروحي مشكورين على لفتتهم الكريمة متذكرين الهدية الكبيرة التي أهداها الله للبشرية جمعا طفل السلام والوئام هذا وقاد السيد هاقوب بوليديان ساعة ترفيهية للرهيبات أعدت بالتعاون مع سكرتيرة الاتحاد الأخت سيسيل حجازين تضمنت أسئلة وفوازيرة وألغازا ورياضيات وألعاب ترفيهية أدخلت الفرحة لقلوب أخواتنا الراهبات ترجمة نانسي قنقر